ما رأيك سيد عبدالله الكبير هل تتفق مع ضيفنا من القاهرة هل قفز المبعوث الأممي إلى المرحلة الثانية من الخطة الأممية والمتمثلة بعقد هذا المؤتمر الوطني الشامل هي لربما بمثابة إعلان فشل المرحلة الأولى وفشل التوصل لتعديل على اتفاق أسخيرات كما جرى بي السابق هل هذا إعلان فشل؟ نعم تحية لك يستاذلين ولضيفك من القاهرة للدكتور محمد ولي السادة مشاهدي قناة الغد الحقيقة أنا أتفق مع ما اعتفضل به الدكتور محمد نعم استشعر السيد غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا انسداد أفق الحل عبر الحوار بين البرلمان ومجلس الدولة لتعديل الاتفاق السياسي لذلك شرع في الخطة باء انتقل من الخطة ألف إلى الخطة باء وهي التهيئة للمؤتمر الوطني الجامع أضيف فقط على ما تفضل به الدكتور محمد أنه لماذا وانت سألته لماذا لم يعلن عن فشل المسار السياسي أعتقد أنه ترك الباب مواربا قال في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن السيد غسان سلامة قال سأبدأ من الغد في عقد جلسة حوار ثالثة وأخيرة على أمل تعديل الاتفاق السياسي أعتقد أنه يعول هنا على أن الملتقيات الوطنية التي تجري الآن في عدة مدر ليبيا انطلقت في بنغازي وزوارة وبالأمس في غريان وبراك الشاطي وغدا ستنطلق من طرابلس في حي بوسليم وفي القطرون في أقصى جنوب ليبيا ثم تمتد اتباعا إلى باقي مدر ليبيا وسيكون هناك زخم تصاعد حولها هذا سيشكل ضغط على البرلمان وعلى المجلس الأعلى للدولة الذين ربما يستشعرون أن هذا المؤتمر الوطني الجامع قد يسحب البصاط من تحتهم ويمضي باتجاه مستقبل ليبيا بعيدا عن خيارات البرلمان والمؤتمر وبالتالي قد يسارع إلى عقد جلسة ثالثة يوافقون فيها على تشكيل مجلس رئاسي وعلى تشكيل حكومة توافقية في كل الأحوال حتى لو هذا السيناريو المتوقع حدث أو وقع لا بأس في النهاية المؤتمر الوطني الجامع نعول عليه في التأكيد على المصالحة الوطنية واتخاذ خطوات عملية بشأنها لأن المصار السياسي حتى لو تم إنقاذ مصار حوار الصخيرات بدون مصالحة اجتماعية شاملة لن يكتب لأي حل سياسي في ليبيا النجاح طيب لكن كيف هنا يمكن أن يشكل هذا الملتقى مسارا بديلا برأيك عن الاتفاق السياسي كيف تتوقعون الآن أن يخرج هذا الملتقى بأي نتائج ملموسة يمكن أن تشكل حلا بديلا عن الاتفاق السياسي نعم هذا السؤال مهم الآن الملتقيات الوطنية تعقد في المدن الليبية وستمضي تباعا حتى تنتشر في كل أرجاء ليبيا هذه الملتقيات الوطنية تلتقي فيها كل أطياف المجتمع الليبي يضمنون يتحاورون في هذه الملتقيات ثم يخرجون بتوصيات موجهة إلى المؤتمر الوطني الجامع الذي ستصاغ فيه كل مطالب الليبيين ورؤيتهم إلى الحل في رسالة واضحة موجهة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة المؤتمر الوطني الجامع سيضم ممثلين عن كل الملتقيات الليبية التي جرت في كل المدن الليبية ربما المؤتمر الوطني الجامع يكون فيه توافق بين الليبيين بعيدا عن التجاذبات السياسية وصراعات السياسية ويطالبون مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن تشكل حكومة وفاق وطني من تكنقراط من خلال هذا المؤتمر الوطني الجامع في هذه الحالة سنقول أن المسار السياسي الذي انبثق عنه اتفاق الصخيرات قد انتهى تماما واختار الليبيون أن يشكلوا حكومة وفاق وطني بعيدا عن الأجندات السياسية والأحزاب السياسية والأشخاص التي عرقلت الحل السياسي